شارك وفد من تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انطلاق فعاليات افتتاح الملتقى الثالث للفتاة العربية والذي عقد في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عام 2023 عاما للشباب العربي وقالت أن إبا غادة علي عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان عام 2023 عاما للشباب العربي ومبادرات الدولة المصرية لدعم النساء والفتيات ركزت على المنظومة التشريعية الجديدة التي أقرها البرلمان لتحقيق العدالة والإنصاف للمرأة في جميع المجالات هذا وتمتد فعالية الملتقى حتى الأول من فبراير المقبل